اشتركوا في القناة والذي يقيم على مضمار أبسوم العريق بإنجلترا وقال سموه بهذه المناسبة تسير رياضة الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بخطة ثابتة نحو التطور والنماء وصناعة المجد وتحقيق الإنجازات الكبيرة بفضل الرعاية الفائقة التي تحظى بها هذه الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والذي يعتبر من أبرز فرسان رياضات الخيل في منطقة الخليج والعالم وأكثرهم إنجازات وتميز في مختلف المحافل وأضف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نؤمن أن الإنجاز الجديد لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لن يكون الأخير وستتوالى انتصارات سموه في المستقبل وذلك بفضل رؤية السديدة لسموه واستراتيجيته الموفقة التي ضمنت تحقيق الإنجاز في الماضي والحاضر وتمهد الطريقة أمام منظومة الخيل في الإمارات لتحقيق المزيد من الإنجازات وتبع سموه أن هذا الإنجاز يعتبر بمثابة إنجاز لنا جميعا ونعتز ونفتخر به كما وأننا نشيد بفريق العمل في فريق جود الفين وحرصهم على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للوصول إلى الانتصار الفريدي من نوعه